صباح الجمال لكل ست لكل بنت حابة تبدأ معانا من النهار ده تهتم بجمال بشرتها وشعرها وجمالها بصفة عامة لما بنقول جمالها بنقصد بيه جمال بشرتها وشعرها لما بنقول بشرتها ما نقصدش بيه بس بشرة الوج بل نقصد بيه بشرة الجسم كله بصفة عامة كل الستات كل الستات اللي بيتابعونا إن شاء الله برنامجنا من النهار ده هنبدأ معاكم فاصل بس وهنرجع تاني وزي ما قلت لحضراتكم من أهم الحاجات اللي بتهم كل ست هو جمال بشرتها وشعرها من أكتر الحاجات اللي بتقرقها هي ظهور الخطوط التعبيرية أو تصبغات الوج كل مشكلة بتقرق حضرتك ستة أو بنت إن شاء الله هتلاقلها علاج وهتلاقلها حل معنا إن شاء الله هيبقى معنا نغبة من أكبر أخصائيين التجميل الجراحي واللا جراحي وأطباء الجلدية والتغذية العلاجية السليمة تمام من أكتر المشاكل اللي بتقرق كل ستة وهي ظهور الخطوط التعبيرية وبيكون إيه سبب ظهور الخطوط التعبيرية كلنا مش بنحب نجبر كلنا عايزين نسابق الزمن كلنا مش عايزين يظهر علينا علامات الشيخوخة المبكرة إيه أسباب الخطوط التعبيرية دي هنقولها باستفادة في الحلقات الجاية إن شاء الله بيكون سببها عوامل السن أو عوامل الجو أو مثلا قصرة استخدام الميكوب وقصة بسيطة كده أحكيها لحضراتكم إن من أوائل الناس اللي استخدمت الميكوب هم نساء الحضارة الصومرية ونساء مصر القديمة من أوائل الناس اللي استخدمت الميكوب وكانت بتحطه بقصرة من أكثر الملكات استخداما للميكوب هي الملكة كليوباترة علشان كده معظم برندات الميكوب بيستغلوا اسم الملكة كليوباترة أو بيستخدموا اسمها بلاش نقول بيستغلوا بيستخدموا اسمها في الترويق لمنتجاتهم لكن محدش دايما بيقول لنا الوجه الآخر من قصرة استخدام الميكوب وهو ظهور الخطوط التعبيرية أو الشيخوخة المبكرة أو التجعيد والانتفاخات تحت العين أو التصبغات أو ظهور العلامات التعبيرية اللي احنا كلنا ما بنحبش نشوفها كمان بيسبب لبعض البنات ظهور الحبوب البصور البيضة والبصور السودة دي مشكلة من ضمن المشاكل اللي بتقابلنا المشكلة التانية اللي بتقابل كل الستات وبترهيقها وهو ظهور التصبغات الوجه التصبغات دي لها أسباب كتيرة جدا هنعرفها بالتفصيل في الحلقات القادمة إن شاء الله ما حضراتكم وهيبقى معينا استشاريين وعلماء في مجال التجميل الجراحي والغير جراحي هيكلمونا باستفادة عن أسباب التصبغات وإيه أسباب ظهورها وليه دايما المشكلة اللي بتقرقنا إن يا دكتور بشرتي مش لون واحد مش موحدة اللون اللي متعرض للشمس لون وليه عامل حاجز للطرحة دايما تمام؟ هنعرف إيه مشاكل إيه مشكلة التصبغات وإيه أضرار التعرض للشمس بدون واقي شمسي وإيه الاحتياطات اللي يجب كلنا كالستات وبناتنا اتباعها عشان نحمي يوشنا من التصبغات ومن الخطوط التعبرية دي وظهور التجعيد زي ما احنا عارفين إن قصرة التعرض للشمس بتؤدي إلى زيادة سماكة الجلد وبالتالي بتؤدي إلى زهور التجعيد المبكرة اللي كلنا ما بنحبش نشوفها في بشرتنا بالإضافة لزهور التصبغات دايما أقول إن احنا لو بنصحى منهم نلاقي بشرتنا لونها موحد فدي حاجة إنديكيتور حلو جدا إن احنا ده جمال لوحده يعني ده جمال لوحده إن احنا ما عندناش فرق في اللون في الجلد كل أسباب التصبغات هنعرفها إن شاء الله في الحلقات القادمة وإيه الروتين اللي ممكن نمشي عليه عشان نحافظ على بشرتنا إن شاء الله البرنامج هيهم كل ستة تنتظرونا بإذن الله ما ترحوش في أي مكان تاني بإذن الله نتكلم عن كل حاجة تخص بشرتنا هنتقل من البشرة للشعر ونعرف إيه المشاكل اللي بترهك الستات عموما زي مشكلة أو بعبة تساقط الشعر اللي بيقرب كل الستات والتين اتجار والشباب دلوقتي الشباب ما شاء الله عليهم كلهم مهتمين بشعرهم ومهتمين ببشرتهم هنعرف إيه أسباب التساقط سواء أسباب وراثية أو أسباب هرمونية تمام؟ وهنعرف إيه طرق علاجها وإيه طرق الوقاية منها مشكلة هيشان الشعر مشكلة جفاف الشعر بالمناسبة إحنا في الصيف دلوقتي بننزل البسين وبننزل البحر في الماء الملحة ده طبعا بيعمل على هيشان وجفاف الشعر هنعرف إزاي نقدر نتخطى كل الكلام ده ونحافظ على جمال شعرنا مش بس كده أميرة الجمال هيبقى برنامج مميز جدا مش هنهتم زي ما قلت لحضراتكم بجمال بشرة وشنا بس لا ده احنا هنهتم كمان بجسمنا توتالي نحنا هنعرف إيه أسباب ظهور التصبغات الأماكن الحساسة طبعا دي مشكلة كبيرة جدا بتقرق أي ست وأي بنت إن عروسة دخلة على جواز فرحة قرب عندها تصبغات في الأماكن الحساسة الموضوع ده بيرهيكة جدا هنعرف إيه أسبابه إيه طرق علاجه إيه الروتين اليومي اللي احنا نحافظ به نحنا ما نوصلش للمرحلة دي اللي نبقى جسمنا لونين مختلفين تمام؟ بلاص إن احنا هنعرف إيه أسباب السليت دايما بتقرق كل استيبتات وإيه طرق علاجها وإيه الجلسات اللي ممكن تتعامل في معظم الكلينكس عن طريق أكبر أطباء الجلدية والتجميل في مصر إن شاء الله ضيوفنا كتير البرنامج هيبقى دسم جدا هيقدم مواضيع مختلفة أي ست حابة تبدأ معينا من النهاردة إن هي تهتم بجمالها أميرة الجمال هيكون برنامجك المفضل يعني تابعينا أسبوعيا إن شاء الله من 11 ونص إلى 12 بلاص كمان إن احنا هيبقى معينا استشاريين وأخصائيين في التغذية العلاجية يقولون لنا إيه أسباب إزاي نحافظ على وزننا لأن طبعا من علامات جمال استت إنها هيكون وزنها صحي ووزنها مثالي إيه طرق التغذية السليمة إزاي ناكل أكل صحي يعود على جمال بشرتنا وشعرنا إزاي نكسر ثبات الوزن دايما كل الستات أول ما بتبدأ ضايت أو بتروح لدكتورز في العيادة بتبدأ أول أسبوعين أو أول شهر تنزل بشكل كبير وبعد كده بيحصل لها مشكلة ثبات الوزن إزاي نتغلب على مشكلة ثبات الوزن دي وإزاي يبقى النظام الغذائي ده lifestyle بالنسبة لحياتنا مش موضوع ضايت شهر واتنين ننزل ونرجع تاني ناكل كل الحاجات ونرجع نزيد أكتر من الأول إن شاء الله يبقى معينا نظام غذائي صحي لمدة شهر هنتابع معيكم هننزل النظام آخر الحلقة لكل ستات البيوت اللي ما تقدرش تروح كلينيكس إزاي تبدأ تاكل حاجات صحية تحافظ على جمال بشرتها وشعرها فاصل ونرجع لكم تاني زي ما قلت لحضراتكم مفاجآتنا كتير الفترة الجاية إن شاء الله زي ما قلت لكم هيبقى معينا أخصائيين تغذية علاجية أطباء جلدية وتجميل جراحي وغير جراحي إزاي هنكمل موضوعاتنا في كسر سباة الوزن وإزاي نصر عملية القيد وإزاي نقدر نتخلص من الدهون الزايدة ويبقى وزننا صحي ومثالي وإزاي ناكل أكل صحي وسلين بالإضافة إن إحنا زي ما قلت لحضراتكم إن إحنا عايزين نهتم بجمال بشرتنا دايما السؤال اللي كل الستات أو كل البنات بتسأله أنا نوع بشرتي إيه؟ يا دكتور أنا نوع بشرتي إيه؟ أنا مش عارفة أحدد نوع بشرتي دايما السؤال ده بيتسئل ومعظم الستات والبنات ما بتبقاش عارفة فعلا نوع بشرتها إذا هي عرفت نوع بشرتها فهتقدر تتعامل معيها وتقدر تشتغل عليها صح وتقدر تشتغل بروتين سليم يحافظ على بشرتها بس في البداية نعرف نوع بشرتنا كل ده هنعرفه في أميرة الجمال إن شاء الله تبعونا وتعرفوا كل الحاجات دي سواء هنقسم البشرة البشرة لها تقسيمات كتير جدا يعني بتعتمد على تفاعل الجلد مع العوامل الخارجية وتفاعل الجلد مع الشمس وليها أنواع وتقسيمات كتير بس أكتر تقسيمة بنبقى كلنا عايزين نعرفها أنا بشرتي جفة ولا دهنية ولا مختلطة إيه هي إزاي إيه هي الأنواع المختلفة للبشرة وإيه طرق العناية بيها وإيه الروتين السليم اللي نقدر نتبعه علشان نحافظ على نوع بشرتنا أو على بشرتنا مترطبة وشكلها جلوي أو ناضرة تمام هقول لكم حاجة بسيطة قوي كده نقدر نعرف بيها نوع بشرتنا نجيبكم من البيت وحاجة سهلة جدا ونقدر نعملها كلنا من النهاردة عشان نعرف نوع بشرتنا كباية ميا وفيها معلقة ملح ونبدأ نخسل بيها وشنا هنسيبها على وشنا 10 دقايق وبعد كده نخسل وشنا بالميا العادية بعد 10 دقايق نبدأ نشوف لما الجلد جف نطلع فوصل ونرجع لكم تاني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر بشرة جفة او دهنية او مختلطة زي ما قلت لحضراتكم هنبدأ نستخدم مية بملح ونخسل بها وشنا وهنسيبها 10 دقايق وبعد كده نخسل وشنا بمية عادية ونشوف بعد ما وشنا يجف لو المنطقة دي اللي هي اسفل الانف مع اعلى الخدود فيها نسبة دهون يبقى انا كده بشرة حضراتكم دهنية لو هنا في دهون وهنا جفت تبقى مختلطة لو هنا اسفل الانف واعلى الخدود جفة يبقى بشرة جفة ما فيهاش اي دهون يبقى ده نوع البشرة جفة طيب البشرة الجفة دي ليها معاملة خاصة جدا لان اسباب من اكتر البشرات اللي بتتعرض لتجعيد وخطوط تعبيرية وشيخوخها مبكرة هي البشرة الجفة لو ما اشتغلناش معها صح بدأنا استخدمنا الغسول بتاعنا فيه ترتيب عالي وبالمناسبة البشرات الجفة تستخدم الغسول مرة واحدة في اليوم عشان ما ينشفش وشها بلاص ان احنا نستخدم كريمات ترتيبها عالي جدا علشان نحافظ على وجهنا طول الوقت مترطب فما تبدأش تظهر الخطوط التعبيرية ولا التجعيد ولا نلجأ ان احنا نحقن بوتوكس او فيلر تمام بلاص بقى كمان ان احنا عندنا البشرة الدهنية لازم يوميا تشتغل بغسول يسحب الدهون اللي في البشرة فبالتالي بتخسي البشرة مرتين مرة الصبح ومرة بالليل ولازم بعد الغسول نستخدم طنر عشان يسحب الدهون ويقفل مسام الجلد لان زي ما احنا عارفين من عيوب البشرة الدهنية ان دايما مسام بتاعتها بتبقى واسعة ودايما بتبقى عرضة انها اطلع حبوب ودايما عرضة ان يظهر فيها بلاك هيدز وويت هيدز فعشان نتغاضع او نتلاشى الموضوع ده يبقى لازم نخسل بغسول صبح وليل لو ما عنديش غسول اقدر استخدم محلول الملح وبعده اي طنر موجودة عندي البشرات الجفة ما بنستخدم لهاش طنر لان هي جفة لوحدها فهنسحب مش محتاجين نقفل المسام تمام البشرات المختلطة بتتعامل معاملة البشرات الدهنية دايما لما نيجي نخسل بغسول للبشرة المختلطة نخسله في منطقة التيزول دي لان دي اكتر منطقة بتطلع دهون بنحط الغسول عليها وبعد كده بنشطف بيها والشنا كله نحاول نبعد عن الخدود لان الخدود بتبقى جفة تمام بلوز كمان ان احنا هنعرف ايه هي انواع الهالات ان شاء الله حلقة كاملة عن مشكلة الهالات لانها بتقرق بنات كتير معظم الناس اللي بتهتم بمظهرها وبتهتم بجمالها دايما اما بشوف حد قدامي اول حاجة بتصادفني ان انا ببص في عينيه بيبان اذا كان مبسوط فرحان مجهد تعبان منامشي كويس فيه هالات سودة انواع الهالات بالمناسبة حاجات كتير جدا ممكن تبقى الدارك هالوز اللي هو اللون الداكن اللي تحت العين او خطوط تعبرية او ظهور انتفاخات او ظهور شعيرات دموية خفيفة تحت العين هنعرف ايه سبب كل مشكلة من المشكلات دي وايه طرق علاجها وايه طرق الوقاية منها زي ما قلت لحضراتكم ضيوفي هيبقوا اكبر علماء وخبراء في التجميل في مصر وفي الشرق الاوسط ان شاء الله المفاجئات مش بس كده احنا هننزل ارقام ان شاء الله هنستقبل كل استفسارات حضراتكم على هننزل ارقامنا على الشاشة وهننزل الرسالة ان شاء الله تقدروا تبعتها لنا على البيتش اي مشكلة بتقرق اي ستة هتبعتها لنا وهنبدأ بيها حلقة او موضوع الحلقة الجديدة ان شاء الله نعرف ايه الاسباب وايه طرق الوقاية وايه كبسولة سريعة او رشدة سريعة تقدري باقل الامكانيات وانت في البيت تهتمي يبقى احنا دلوقتي اي ستة او اي بنت ما عندهاش مشكلة خالص احنا جنالك في قلب بيتك نقولك من النهار ده في اميرة الجمال لازم تهتمي معانا ببشرتك بشعرك بجسمك ازاي تتغذي صح كل المواضيع دي اميرة الجمال هتبقى مللمة بيها ان شاء الله انا معاكم اسبوعيا اميرة فاروق برنامج اميرة الجمال على شاشة قناة الصحة والجمال باذن الله هنبقى معاكم اسبوعيا زي ما قلت لحضراتكم ارقمنا على الشاشة تقدروا تبعتولنا وتقدروا تتواصلوا معنا جوه الحلقة انا تعمدت المرة دي ان انا اطلع لوحدي من غير اي ضيوف عشان اشرح لحضراتكم عشان تبقوا مستنيننا الحلقة الجاية بموضوع جديد ان شاء الله اشرح لحضراتكم كل المواضيع اللي هنبدأ نتطرك ليها الفترة الجاية انا يا رب بكون ضيف خفيف معاكم يا رب نبقى ملمين بكل حاجة تخصكم وتخص جمال اي ست واي بنت نصف ساعة فاتت بسرعة جدا كان نفسي نقعد وقت اطول من كده ان شاء الله معاكم الفترة الجاية باذن الله في اميرة الجمال يلا صباح السعيد